جهوزية هل يوجد حضر تجوال؟ لحد الآن لا يوجد أي حضر تجوال شي طبيعي لكن في يوم الاقتراع العام سيكون هناك قطع يعني التنقل ما بين المحافظات لا يوجد فقطع المطارات أيضا لا توجد حركة للطائرات هناك تحديدات أيضا من ضمنها عدم حمل أسلحة جارحة أو الأسلحة النارية أو حتى الكحول يعني ممكن هذا يستخدم كذلك الكاميرات التليفون والتليفونات الذكية هذه كلها محددات ولهذا أقدر أقول لك أنه التزوير في هذه الانتخابات قد قطع وأصبح صعب جدا جدا طيب إذا كنت أعمله غير محافظة وأنه من بغداد وردجي أنتخب أقدر أدخل بغداد لو نهائيا أي دخول لبغداد أي دخول ما أكد لبغداد لكن عليك أن تحسب حسابك إحنا قلنا أكو توقيتات نشرت وكان هناك توضيحات أنه عليك أنه اليوم أنا من ابن بغداد ممكن أنا أنتخب خل نقول بديالة لازم أنا أحسب حسابي أروح قبل يوم وأدي الاقترامات الاستمارات التي توزعت للصحفيين والإعلاميين نقدر نتجول بها خارج بغداد لو فقط داخل بغداد أما داخل بغداد لا يوجد حضرة جوال لا يوجد حتى بالمحافظات لا يوجد حضرة جوال طيب نقدر نباشر أولا كتصويت خاص كتصويت خاص لا يوجد حضرة جوال يعني بين محافظات قطع مثل ما قال الدكتور أنه الأهم يعني سيكون أدنى التصويت العام بالعام أقدر يتنقل الصحفي حسب ما أعطيتون الباجات الباجات هذه هناك توجيهات دقيقة وواضحة من الأعلى سلم القيادة العسكرية من السيد القادة العام من قيادة العمليات من كل قيادة تسهيل عمل الإعلاميين وسيكون حقيقة هناك تسهيلات كبيرة للإعلاميين لماذا الإعلام هو السلطة الرابعة وهو شريك للقوات الأمنية وأعتقد تواجد الإعلاميين ونقلهم لما يجري طيب هو رسالة إعلامية منظم أن العالم أجمع هذا من حق الإعلاميين تجول بهذا اليوم تحديدا حسب الواجبات المكلفية بهم أعود لمفوضية ما علاقة الصمت الانتخابي وبينها خنقول بنود وثيقة السلوك الانتخابي شون الفرق بينهم مدونة السلوك الانتخابي اللي تقصد بها اللي أعلن عليها السيد رئيس الجمهورية هذه المدونة هي اتفاق بين الكتل والأحساب والمشتركين في العملية الانتخابية وليس السياسية الانتخابية أولا الالتزام بالدستور والقوانين والأنظمة والإجراءات اللي اتخذتها سواء الحكومة أو البرلمان أو المفوضية وبذلك على الجميع أن يقبل بمخرجات العملية الانتخابية ويلتزم التداول السلمي للسلطة إضافة إلى هذا بالنسبة للصمت الانتخابي هو الإيقاف عن كل أنواع من قيات الدعاية الانتخابية ترجمة نانسي قنقر